نشرة الأخبار نشرة السابعة صباحا للأخبار من إذاعة الجمهورية التونسية وهذه عنوينها اليوم الأربعة صرف جرايات تقاعد لشهر جويليا معدلة ومتضمنة للزيادات استئناف العمل بمحطة معالجة الغاز بالقرذاب بتطوين والاتفاق على إعادة العمال المنتدبين سابقا على دفعات تونس ترحب بإقرار محكمة العدلة الدولية بعدم شرعية استمرار وجود سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية واستشهاد أكثر من خمسين فلسطينيا في القصف الصهيوني على الذي استهدف بشكل مكثف خان يونس ورفح مستمعي مشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية إنما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم أعلنت وزارة وشون الاجتماعية أنه سيتم اليوم صرف جرايات تقاعد بعنوان شهر جويليا الحالي في القطعين العمومي والخاص وجرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني لتأمين على المرثة وذكرت الوزارة في بلاغ أنه سيقع صرف هذه الجرايات معدلة ومتضمنة للزيادات المستحقة لشهرين ماي وجوان 2024 لفائدة المتقاعدين من منظورية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني لتأمين على المرث في إطار نظام التعويذ عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية والمتعاقدين من منظورية الصندوق الوطني للتقاعد والخيط الاجتماعية الذين يتقذون منح الشيخوخة كما فدت وزارة وشون الاجتماعية بأنه سيتم تمتيع المتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة بمفعول زيادة المقررة من 180 دينارا إلى 240 دينارا في جرايات شهر جويليا الحالي قال الرئيس والهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق ابو عسكر إن الهيئة لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام مخالفات خطيرة تمس من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية كما أضاف في تصريح نامس على هامشي زيارة أدها إلى مركز النداء التابع للهيئة بالقصبة أضاف أن المركز يقدم معطيات محينة ودقيقة حول مختلف استفسارات الناخبين والرغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة هو مركز النداء اعتادت لهيئة أنه تهيئه بمناسبة كل مسار انتخابي الرقم معروف تقريبا عن جميع تنسين 18-17 للإجابة على أي استفسار أو تساؤل حول المسار الانتخابي الرقم هذا يهم الناخب ويهم أيضا المترشح حول التحيين كيفية التحيين عن بعد مراكز التحيين القارة والمتقلة وأيضا حول شروط الترشح وثيق الترشح التزكيات وهو الجديد يعني أين توجد تلك الاستمارات كيف يقع تأميرها لمن تسلم يعني تقريبا كل المعطيات حول المسار الانتخابي المركز يعمل بشكل متواصل على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحا إلى العاشرة ليلة دون انقطاع بما في ذلك السبت ولا حد وتقريبا الأعوان بتاعنا مكونين يعني على المسار القانونية والترتيبية وعندهم كل مستجدات في علاقة بالبلاغات التي تصدر الهيئة ويعطيوا المعلومة محينة وخاصة معلومة دقيقة وبخصوصي استخراج الوثائق المطلوبة لاستكمال ملفات ترشح أوضح أبو عسكر أن مسألة التوكيل لصحب استمارة ترشح حسمت من قبل المحكمة الإدارية مضيفا أن كل شروط ترشح تتطلب استخراج وثائق من إدارات مختلفة خارجة عن نطاق هيئة الانتخابات بالنسبة لمسألة التوكيل حسمت من المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية أقرب توجه الهيئة أنه إداء مطلب الترشح أو سحب الاستمارة يكون بطريقتين إما يحضر المعني بالأمر شخصياً ورأوه في الثمانية وثمانين تقريباً 85 منهم جاءوا شخصياً أو أنه يتعذر عليه الحضور شخصياً لأي سبب كان وقته يزم توكيل قانوني وصريح يزم عندي توكيل وثيقة تعبر صراحة على انصراف نية المترشح أو الرغف الترشح إلى توكيل شخص بعيني للقيام بجراءة الترشح وضاء يراه مبدأ قانوني موجود في الإدارة الكل وإن يستغرب كيفية يطرح هذا الموضوع أنه شخص ينجم يكون معده حتى علاقة يتم تمكينه من أنه يسحب استمارة فيها معطيات شخصية وفيها صورة وفيها رقم بطاقة التعريف وبعد كي يجير مترشح كل ما كلفتوش البطاقة هدى ثلاثة هي من ضمن الشروط الترتيبية التي وضعتها الهيئة فلنكون وضحين البطاقة هدى ثلاثة ليست شرطاً جديداً كل شرط يجمو وثيقة كما الجنسية يجموها الشرط الجنسية السن يجمو مضمون ولادة كل الوثيقة مسكة مدارة الشرط الجنسية أيضاً مسكة مزارة العادة مضمون ولادة مسكة مزارة داخلية فبأي منطق تطالبون الهيئة أن تقوم بالتثبت أفدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في ريال الورغي أمس أمام مجلسين وبشعب أن الوزارة انطلقت منذ عام 2022 في مراجعة قانون الاستثمار وتقييم منظومة الحوكمة والحرف تدريجي للرخصي دون تعويذها بكرسات الشروط بهدف تحرير الاقتصاد انطلقت الوزارة منذ سنة 2022 في مراجعة قانون عدد 71 لسنة 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار تم تقييم منظومة الحوكمة المؤسستية للاستثمار تم تقييم منظومة الحواف الزلمالية ومدانة جاعتها وتم إعداد مشروع قانون يتضمن تنقيح مجالة الاستثمار في اتجاه تحرير المبادرة الخاصة فيما يتعلق بحذف مسار حذف الترخيص وتعويذها بكرسات الشروط تعمل الوزارة على الحذف التدريجي للترخيص الإدارية وترخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وقد تم حذف دفعة أولى تضم 25 ترخيص حذف دفعة ثانية تضم 27 ترخيص وسيتم إصدار أمر جديد لحذف 33 ترخيص انطلقت الوزارة منذ شهر أبريل 2024 في مسار مراجعة كراسات الشروط والتي بلغ عددها حوالي 170 كراس الهدف من هذا المشروع مقاومة اقتصاد الرائع تحرير السوق ومن مخرجية هذا المشروع وصدق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس وإيطاليا بقيمة 50 مليون يورو في شكل دعم مباشر للميزانية سيقع سدده على 40 سنة دون فائدة منها 31 سنة كامهالة كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرمي بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند تونس للمساهمة في احداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الانعاش الاقتصادي بقيمة 170 مليون يورو أفضت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاة تطوين إلى الاتفاق على استناف عمل 177 عاملا وفنيا بمشروع محطة غاز الجنوب بالقرضاب وانتدابهم على دفوعات مع عقد جلسة عمل في الأيام القليلة القادمة لتحديد مختلف الجوانب المتعلقة بسير العمل في هذا المشروع الاستراتيجي الذي توقف لفترة تزيد عن السنتين وفق ما صرح به مصدر من الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تين رحبت تونس بالرأي الاستشارية التاريخي الصادر عن محكمة العدلة الدولية والذي أقر بعدم شرعية استمرار وجود سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات وفي هذا السياق تحمل تونس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة وتدعو المنتظم الأممي وأجهزته وفي مقدمتها مجلس الأمن تدعوهم إلى الاضطلاع بدورهم في صون السلم والأمن الدوليين من خلال حمل كيان الصهيونية المحتل على الالتزام بوقف الاحتلال والاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومع فجر اليوم الثالث والتسعين بعد المئتين من العدوان الهمجية المتواصل على قطاع غزة استهدفت عناصر القسام قوات وأليات صهيونية في خان يونس وكثفت قصفها على تمركزات للاحتلال في منطقة جحر الديك وسط القطاع كما وسعت سرايا القدس قصفها ليشمل مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف قطاع غزة وتزامنا مع المعارك الضارية كثف جيش الاحتلال قصفه على خان يونس ورفح ليلة الماضية وتجاوز عدد الشهداء أمس خمسين شهيدة سياسيا من المقرر أن يلقي اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأمريكية في حين تظاهر أعضاء اتلاف يهود من أجل وقف تسليح إسرائيل بالكونغرس مطالبين بإنهاء الحرب على غزة والتوقف عن تزويد تل أبيب بالأسلحة كما شهدت بعض شوارع الولايات المتحدة الأمريكية تزامنا مع وصوله كذلك عددا من التظاهرات الاحتجاجية الطلابية على العدوان اللا إنسانية الإسرائيلية المتواصل على الأبرياء إنسانيا أعلن رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بحالات الطوارئ الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة آيديل سابير بيكوف أمسي عن رصد فيروس شلل الأطفال في عينات من مياه الصرف الصحي في قطاع غزة وحذر من انتشاره وأفاد المسؤول الصحي في المنظمة بأن فريقا من المنظمة سيبدأ غدا الخميس تقييم المخاطر المتعلقة باكتشاف هذا الفيروس مع النظر في إمكانية إصدار توصيات بما في ذلك الحاجة إلى حملة تطعيم واسعة النطاق في قطاع غزة إلى هنا مستمعين مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذا المعادة الإخبارية الصباحية المفصل قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه اليوم الأربعة صرف جريات تقاعد لشهر جويليا معدلة ومتضمنة للزيادات استئناف العمل بمحطة معالجة الغاز بالقرذاب بتطاوين والاتفاق على إعادة العمال المنتدبين سابقا على دفعات تونس ترحب بإقرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية استمرار وجود سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية واستشهاد أكثر من خمسين فلسطينيين في القصف الصهيوني الذي استدف بشكل مكثف خان يونس ورفح يوم سعيد متواصل بعد قليل على موجاتنا حتى تاسعة صباحا مع الأحبيب أجغام وكامل الفريق أجمل تحيات مكرم الهداجي وكامل الفريق العامل هذا الصباح دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر